ادعسهم وادعس منزين فرح كل المسلمين فرح كل المسلمين كما في كل المدن الاردنية هبى الاردنيون في العاصمة عمان نصرة للمسجد الاقصى المبارك وعند المسجد الحسيني الهتاف يعلو ويعلم جاييكم جيء للقرآن الله اكبر وعز الاقصى ما ينهد الله اكبر وعز الاقصى ما ينهد الحركة الإسلامية دعت لمسيرة حاشدة في وسط البلد تنديدا بالصمت العربي الرسمي المطبق ومطالبة بتطبيق الوصاية الأردنية على أكمل وجه رسالتنا إلى نتنياهو العابث أن المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن أن يكون عنوان للخذول للتخاذل أو الخنوع ورسالتنا إلى المقدسيين أنهم ليسوا وحدهم ولا المسجد الأقصى وحده فكل العربي وكل المسلمين معهم وسيدافعون عنهم ورسالتنا إلى الأردن الذي يتميز بعلاقات وثيقة مع القضية الفلسطينية أنه آن الأوان أن نتوقف عن عبث التسوية والمفاوضات وما يسمى بمسار السلام وأن ننهي كل أنواع العلاقة مع هذا العدو المجرم الذي لا يحترم عهدا ولا يلتزم باتفاقية حركيون ونشطون سياسيون شاركوا اليوم تلبية لنداء الأقصى والمرابطين هذه تلبية للأقصى الذي يرزح تحت نير الاحتلال الذي هوت كل يوم وكل يوم تحت أنظار مليار وأربعمائة مليون مسلم إلى هذا الحد وصل بنا التهاون الأقصى أقصانا إن مس الأقصى بأي شعرة من شعارات الأقصى فهي إهانة لكل عربي مسلم محافظات الأردن انتفضت في أماكنها وبعض القوافل انطلقت من الشمال والجنوب لتصب في المسيرة المركزية وتحيي المرابطين المقدسيين نحن جئنا من محافظة إربد نشارك في هذه المسيرة نصرة للمسجد الأقصى ولدماء الشهداء الأطهار ونصرة للمرابطات المجاهدات في المسجد الأقصى وبيت المقدس ورجال بيت المقدس طلبة الجامعات احتشدوا اليوم للتعبير عن رفضهم لما يجري في القدس القضية التي وحدت كافة الأردنيين من جميع الأصول والمشارب نحن كطلاب جامعات نعبر عن رفضنا الشديد لهذه الانتهاكات الذي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك وندعو كل العالم وندعو كل الشعوب الأردنية والعربية للرفض لهذه الانتهاكات التي تحصل للمسجد الأقصى المبارك فتيات حضرنا للتعبير ولا صوت يعلو فوق صوت الشعوب أتينا اليوم دعم لقضيتي من الأولى لقضية مصرانا الأقصى موقفنا كشعوب أبدا مختلف تماما عن موقف الرسمي وقف الرسمي لا يعبر عنه الأردن شقيق الروح وشعبه توأم الشعب الفلسطيني القدس والأقصى قضيته المركزية وسيبقى حاملا لها للنهاية بحسب المشاركين ألاف الأردنيين اجتمعوا اليوم للمطالبة في تطهير العاصمة عمان من سفارة الكيان الصهيوني والمؤكد به تافاتهم أن الشعب الأردني كله مطالب بالتحرير ومستعد له مصعب الأشقر قناة اليرمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر